اكشن معنا لمعرفة المزيد سنصلط الضوء على هانجر جيمز The Ballad of Songbirds and Snakes النجمة ريتشيل زيغلر سنعرض لكم جميع هذه الأخبار وأكثر ولكن أولا فلنلقي نظرة على أحدث الإصدارات سنأخذكم أولا إلى حديثنا مع مخرجة Five Nights at Freddy's المخرجة أما تامي ساعدت الرسوم المتحركة على رفع مستوى الرعب في هذا الفيلم كان العمل بمثابة حدث متوازن لدعوة المعجبين ومن القدامة إلى عالم فريديز ولترحيب بجماهير جديدة نحن نريد أن تتعلم أن كل أسفل من التصميم في حالة البيتزارية كانت تتعلم إلى المكان الذي يتعلمون وحبون ومعرفونه ولكننا نريد أن نعطيه إلى حيات في طريق مختلفة ويجب أن تتعلم أنه مستوى لأن الناس يأتي إلى المنظم ويجب أن نرى ويجب أن نرى ويجب أن نرى أن تتعلم أن تتعلم ويجب أن نرى عمل حالة الحالة ويجب أن نرى ونعطي من جميع قصة وتقمت بها حقا الصخصي وكاننا نعمد مع صوت كثفن وقاعدنا نحن نجمع بأعطي الكتاب في قصة البقر وإن تحوير وانتقر الأمل ويجب أن نتعلم وليس سيغير وليس سوى وليس سأمر وإستدفع بعدهم وليس العليم بالنسبة ويتم ويرى وليس سيألف لعب ألعاب الفيديو والقراء العالم الذي ساعدت إما على صنعه على الشاشة سنأخذكم الآن إلى حديثنا مع فريق عملي كوز لدي هاولت الممثلة والمنتجة أغوفينا أن توافق بين شخصيتها وشخصية ساندرا أوز التي تظهر على الشاشة شاركت ساندرا مشاعرها تجاه زميلتها النجمة إنجذبت النجمة هولاند تيلور إلى فريق العملي والسيناريو بإمكانها ساندرا إنجذبت النجمة هؤلاء في الموضوع إنجذبت النجمة والسيناريو يتبقى مجرد أن تجاهزين ونطرق إنجذبت نجمع في الموضوع تحت مقلبي سيفوف تنظر للأمور بإدن انتظر لأني مقلبي. فإن تحضر لأني سيفاعدت. من قلبي أن يتفاشل مقلبي أمور بخدير من أجل، إليه هي مقلبي بظائف صديغة ايدي وإنه يمشينه يوجد أخطاء وقلبي بعض الواتس كبير أجل مقلبي بإزدارة ويبدو بنجل أيضا بنجل بما ال scrambة تواصل هوليوود الحداد على فقدان صديقها النجم الأمريكي الكندي الراحل ماثيو باري كان عمره اربعة وخمسين عاما فقط شهر ماثيو بدور شاندلير بينغ في المسلسل الشهير فرينز على قناة ام بي سي لكن بعيدا عن الاضواء كان ماثيو او ماتي كما يلقبه اصدقائه يساعد الناس على التخلص من عاداتهم السيئة حيث قال انه يريد للناس ان تعرفه على انه الشخص الذي يحب مساعدة الاخرين اشهد النجوم المشاركون في مسلسل فرينز جينيفر انستان وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات ليب لانك وديفيد شويمر بالممثل في رسالة مؤثرة حيث قالوا لقد دمرنا جميعا اثر فقدان ماثيو كنا اكثر من مجرد زملاء في التمثيل كنا بمثابة عائلة تم انشاء مؤسسة ماثيو باري تكريما لنجم الراحل لمساعدة اكبر عدد ممكن من الناس على تخلص من عاداتهم السيئة وفي اخبار اكثر سعادة اعلنت زوي كرافيتز وشانينغ تيتم اللذان انضم رسميا الى انستغرام في عام 2021 عن خطوبتهما نجم فيلم باتمان 34 عاما والذي كان يطلق عليه سابقا شانينغ 43 هو انسان رائع ردت شانينغ المجاملة على شركته واصفا اياها بانها تسعى الى الكمال بافضل طريقة من الخطوبة الى الزواج انه النجم الامريكي ميلو فنتيميليا الذي اصبح رسميا رجلا متزوجا اليكم ما نعرفه تزوجت نجمة جيل مور جيلز عارضة الازياء السابقة من جارا ماريانو رجل الاعمال من هواي ذكرت مجلة يو اس ويكلي ان الزوجين تزوجا سرم في وقت سابق من هذا العام في حفل حميم مع العائلة والاصدقاء شهدان ميلو وجارا معا لأول مرة العام الماضي في لقطة انتشرت بسرعة على انستجرام تهانين للزوجين السعداء هناك نجمة من نجمات هوليوود ليست من محبي حقن الوجه التي لا تبدو طبيعية تحدثت اليزابيث بانكس بصراحة عن الشيخ خف هوليوود وعن سبب عدم استخدامها لهذه العمليات قالت مخرجة كوكاين بير انها تكسب لقمة عيشها من وجهها ولم تغرز فيه ابرة قط لماذا؟ تقول الجميلة ذات التسعة والاربعين عاما انها تخشى ان تفسد وجهها في الواقع تقول النجمة انها تشعر بانها اقوى من اي وقت مضى وهي تقترب من عقدها الخامس اليزابيث لا تغيري شيئا مر عام تقريبا منذ ان انجب ادم ليفين قائد فرقة مارون فايف وزوجته عارضة الازياء باهاتي برينزلو طفلهما الثالث ونحن الان نتعرف على جنس المولود الجديد قالت باهاتي عن طفلهما الصغير شعرت بانني مرتبطة جدا به لقد اندهجت جدا بشكل عام وقلت لنفسي رائع لقد فعلتها اضافة الى طفلهما ذو العشرة اشهر فان باهاتي 35 عاما وادم 44 عاما لديهما ايضا ابنتان وهما داستي روز سبعة اعوام وجيوغريس خمسة اعوام هناك اخبار سعيدة من عائلة باركر اعلنت كورتني واتروفيس عن ولادة طفلهما الاول اكد مغني روك بلينك 182 وزوجته بطلة تلفزيون الواقع سابقا انهما يخططان لتسمية ابنهما روكي 13 اثناء مناقشة موعد ولادة كورتني ينضم المولود الجديد الى عائلات الزوجين المختلطة نصلت الضوء في هذا الاسبوع على هانجر جيمز ونجمة بلاد اوف سونج بيردز اند سنيكس ريتشال زيغلر اشتهرت هذه المغنية وكاتبة الاغاني والممثلة بدور البطولة في ويست سايد ستوري وشازام وفيوري اوف دا غاد بصوت سونج بيرد اقتحمت صحات الغناء بتأديتها اغنية لدي جاغا المشهورة شالو من فيلم ستار اس بورن تستمر انطلاقة ريتشال السينمائية مع اربعة افلام جديدة عالمنا المزيد عن شخصياتها لوسي غري بيرد اشتركوا في القرآن لوسي غري is such a compelling character and she's kind of a breeding ground for what Katniss becomes 65 years later the word that comes to mind is mercurial you never know what you're going to get with her and I think what's so amazing about this story whether you're reading the book or when you're watching our film is that you can never really tell whose side she's on and the way I approached her was that she's always on her side her own side, her family, her friends, herself and I think that's why her relationship with Cori Linus is so interesting is because she finally she starts to see what it's like to put someone else's needs before your own تعد الموسيقى عنصرا كبيرا في خلفية لوسي غري we worked with Dave Cobb who did the music for A Star Is Born but also wrote and produced and worked with so many country artists worked with John Prine and Dolly Parton and so many people so we were in the best of hands and when I got all of the scratch recordings for the music I just fell in love and was like we got this part right for sure because it's one thing that you're really nervous about when you're making a movie that has music in it is all original music in the film Turn Up The Sun The film Rocky Sylvester Stallone This is the first one that wrote Slime since the film Rambo Last Blood in 2019 In Hollywood تعجب كمية النجوم الأقوية التي تساهم في نجاح هذا العمل وانطلاقه سيبدأ تصوير في لندن الشهر المقبل لدينا العرض الترويجي الأول لأدريان برودي وجيسي آيزنبرغ في فيلم مينو درام في فيلم مينو درام يلعب جيسي دور شخص ذو روح مطريبة يدعى رالفي والذي يشكل خطرا على نفسه وعلى كل من حوله أيضا عندما تتبنه إحدى العائلات تصبح هي أيضا في دائرة الخطر أوديسيا يونغ إحدى نجوم الفيلم أيضا في العد التنازلي للشباك التذاكري في هوليوود نقدم لكم أفضل خمسة أفلام لهذا الأسبوع فلنبدأ الفيلم الخامس ريديكال محققا 2.7 مليون دولار الفيلم الرابع لهذا الأسبوع بريسل محققا 5 ملايين دولار والفيلم الثالث محققا 7 ملايين دولار والفيلم الثاني تايلور سويفت ايرستور محققا 13.5 مليون دولار صاحب المركز الأول فيلم فايف نايتس آت فريديز محققا 19.4 مليون دولار تشهد أعياد الميلاد في هوليوود لهذا الأسبوع ارتفاع عمار مشاهيرنا من 23 حتى 68 عاما بلغ مغني راب فانيلا ايس السادسة والخمسين ولاتيشيا رايت الثلاثين والمضيع جاني مكارتي الواحدة والخمسين والمغني ويلو سميث الثالثة والعشرين والممثل ديفيد شويمر السابعة والخمسين وعارضة الأزياء كيندال جينر الثامنة والعشرين وبلغ الممثل دولف لوندغرين السادسة والستين ورالف ماتشيو الثانية والستين ومغني راب ديدي الرابعة والخمسين ونجمة الواقع كريس جينر الثامنة والستين والنجم ماثيو ماكونهي الرابعة والخمسين ونجم فرقة جونس بيرذرز كيفن السادسة والثلاثين والممثل تيلدا سوينتون الثالثة والستين احرصوا على متابعة حلقة الأسبوع المقبل للحصول على المزيد من التألق والسحر والأخبار من موجز أخبار هوليوود اشتركوا في القناة